اعلن الرئيس التركي رجل طيب اردوغان حسب ما نشرت وكالة الانضول المحلية القاء القبض على قيادي كبير في تنظيم داعش يدعى بشار خطاب غزال الاسميضاي وقال اردوغان ان مدرية الامن العام ومدرية امن اسطنبول وجهاز الاستخبارات نفذوا عملية هامة ضد تنظيم داعش وتم القاء القبض في تركيا على الارهابي ابو زيد واستاذ زيد الذي يعد من القيادين الكبار في التنظيم واوضح انه منذ زمن طويل جرت متابعة ارتباطاته في سوريا واستنبول وتم التوصل الى معلومات استخباراتية حول نيته دخول تركيا بطلق غير شرعية مشيرا الى انه بفضل عملية ناجحة للامن والاستخبارات تم القاء القبض عليها حيث اوضح للامن في اسطنبول انه يحمل بطاقة شخصية مزورة واجرى تغييرات على شكله اشتركوا في القناة